الإخصاب Fertilization وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى مرحبا يا سالم، كيف حالك؟ بخير، ولله الحمد، ماذا تعني الآيات التي قرأتها يا جدي؟ إنها تبين قدرة الله تعالى في خلق الإنسان من خلال عملية الإخصاب وما هو الإخصاب؟ هو اتحاد الحيوان المنوي مع البويضة ويتم ذلك في قناة البيض وكيف يحدث الإخصاب؟ ينتقل إلى المهبل ملايين الحيوانات المنوية من 200 إلى 300 مليون حيوان منوي ويفرز المهبل إفرازات كيميائية تحدث تغيرات في غشاء الحيوانات المنوية لتلقح البويضة وهل تصل كلها إلى البويضة؟ لا، بل يصل عدة آلاف فقط إلى قناة البيض وأي الحيوانات المنوية يفوز بالبويضة؟ إنه الحيوان المنوي الذي يصل إليها أولاً وماذا يفعل فور وصوله؟ يفرز أول حيوان منوي يصل إلى البويضة إنزيماً من تركيب كيسي يوجد في رأس الحيوان المنوي يؤثر على غلاف البويضة ليسهل اختراقها ثم يدخل رأس الحيوان المنوي داخل البويضة تاركاً ذيله خارجها ولماذا لا تدخل حيوانات منوية أخرى إلى البويضة؟ يؤدي وجود رأس الحيوان المنوي داخل البويضة إلى تغير الشحنات الكهربية لغشاء البويضة فتمنع دخول المزيد من الحيوانات المنوية وما نتيجة عملية الإخصاب؟ تندمج نوات الحيوان المنوي مع نوات البويضة وتتكون الخلية المخصبة المعروفة بالزايقوت الذي يدخل في سلسلة من الانقسامات المتساوية والانقسامات الخلوية ولكن أحياناً يولد توائم يسهل التفريق بينها وأحياناً يولد توائم يصعب التفريق بينها فكيف يحدث ذلك؟ تنقسم التوائم إلى توائم غير متماثلة وتوائم متماثلة وكيف تتكون التوائم غير المتماثلة؟ تتكون في حال أفرز المبيض بويضتين أو أفرز كل مبيض بويضة في الوقت نفسه فيحدث إخصاب للبويضتين ينتج عدد اثنين زايقوت يتطور كل منهما إلى جنين والتشابه بين هذين التوائمين غير متطابق وقد يكونان ذكرين أو أنثيين أو ذكراً وأنثى وكيف تتكون التوائم المتماثلة؟ تتكون في حال انقسام البويضة بعد تخصيبها حيث تنقسم إلى زايقوتين منفصلين لهم المادة الوراثية نفسها يتطوران إلى جنينين والتشابه بين هذين التوائمين متطابق فهما إما ذكران وإما أنثيان وكيف تتكون التوائم المتعددة؟ يحدث نتيجة الطرابات هرمونية إفراز ثلاث بويضات أو أكثر فئان واحد وتخصب جميعها وتتطور إلى أجنة شكراً لك يا جدي العفو يا ولدي والآن لتلخص ما تعلمته يمكننا تلخيص ما تعلمناه فيما يلي الإخصاب هو اتحاد الحيوان المنوي مع البويضة ويتم في قناة البيض ينتقل عدد هائل من الحيوانات المنوية إلى المهبل تحدث تغيرات بغشاء الحيوانات المنوية لجعلها قادرة على تلقيح البويضة تصل عدة آلاف فقط من الحيوانات المنوية إلى قناة البيض يفرز أول حيوان منوي يصل إلى البويضة إنزيماً يسهل اختراقه لغلافها يدخل رأس الحيوان المنوي للبويضة تاركاً ذيله خارجها تندمج نواة الحيوان المنوي مع نواة البويضة فيتكون الزايغوت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر